عوام مضت ولا يزال البنك المركزي في الجوف متوقفا عن العمل خارج الخدمة دخلته الميليشيا ذات يوم ونكبت خزينته كما يقال وعلى هذا الحال من التوقف الكلي بقي ولم يتعافى حتى بعد دخول الشرعية وسيطرتها عليه تقول الصورة كأنه لا يعني لهذه الأخيرة أن يكون هنا فرع بنك يدل على حضورها الفعلي ويقدم خدماتها أو ربما نسيت حكومة بندغر ولم تثق بعد أن هذه المحافظة لم تعد تحت سيطرة الميليشيا وبالرغم من مناشدات السلطة المحلية ومطالباتك الكثيرة والمستمرة بإعادة تفعيل فرع البنك المركزي باعتبارك الركيزة التي يتوقف عليها عمل المكاتب القدمية والإدارية ومرتبات الموظفين بالمحافظة إلا أن تلك المناشدات لم تلقى أي استجابة وعدونا أن نزال لجنة لفتح البنك إلا أننا سنة من موعدهم وإلى الآن لم يفتح البنك ومما عطل كثير من أعمال المحافظة تجاهل غير مبرر وتعاط سلبي من قبل الحكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي مع دعوات لفتح مبنى البنك بالجوف وإعادة تفعيله والذي يعاني اليوم من الإهمال وغياب الحركة من عكس سلبا على حياة المواطنين وظروف معيشتهم سيما وأن أكثر من خمسة آلاف موظف في القطاع التربوي بالإضافة إلى قطاعات أخرى يعتمدون على خزينته المركزية لا ندري لماذا إلى هذا اليوم والبنك متوقف نحن نطالب الجميع بفتح البنك محافظة الجوف تنزف وتعاني على امتداد 200 كيلو متر والجبهات يعني تواجه لكن نريد يعني الوفاء وفتح البنك المركزي سلطة بلا نفقات ومحافظة بلا بنك صدقت مقولة المواطنين وغابت اهتمامات الدولة وحرصها على رعاياها أو كما يقول لسان حال المواطنين في هذه المحافظة المغيبة عن مشاريع التنمية وحرص الدولة لعقود طويلة آخرها توقف فرع بنكها المركزي حتى الآن افتتاح فرع البنك المركزي بالجوف وإعادة تفعيل نشاطك الحيوي ضرورة ملحة يقول مراقبون من شأنها تنظيم الحالة المالية وصرف مرتبات الموظفين والتخفيف من نوعانات المعيشة في حين لا تزال حكومة الشرعية غافلة عن دورها في إعادة هذا البنك إلى حالته الطبيعية ما قبل الحرق على الجلادي قناة بلقيس الجوف